أستاذ عمر غفران محامي بي أطريبات بخصوص هذا الموضوع هذا ما يعرف تقدر تشري الحبس ديالك هذا موضوع كما ندر البروباغوند كبيرة في وسائل الإعلام وفي الصحفة الإلكترونية وفي الوسائط الاجتماعية هو واحدة من الأشياء التي جاء بها الوزير وهبي والتي كان فيها نوع منها الجرعة أولا نريد أن أكد على واحد المسألة بأنه الوزير عبدالطيف وهبي ووزير العدل يعني دائما بخرجاته يتير الرأي العام وبأفكاره يخلخل أشياء نحن في هيئة الدفاع كنا نختلف مع الوزير وهبي دائما ولكن كنت دائما أنا أقول شيء هو إذا بغينا نحكمه واحد الحكم صائب على واحد الشخص ويكون هذا الحكم دينا موضوعي لا بدأنا نذكره الإيجابيات والسلبيات إذن من بيدي الإيجابيات دي العبدالطيف وابي هو هذا الجرأة التعاطي مع هذه المواضيع ذات الحساسية الموضوع ديال شراء الحبس بعض المرات الخطير في الأمر هو أن الفكرة تتكون في واحد المستوى معين ولكن فجل تنزل عند عموم الناس تقول له عنده واحد الأبعاد أخرى وتولي الاعتقاد سائد مثلا في هذا الموضوع هذا أنه يجي واحد يقدر يقتل واحد ويشري الحبس ديان وما كان مشكل أو اللي يقدر يضرب واحد بجنوية يدله عها مستديمة يقول له ما سيدي اش حال عندي ثلاث سنين اش حال جاتني في الثلاث سنين هذي قده وقده هاكوها فلوسكم والله يعاون وتولي الفوضة لا بطبيعة الحال الأمر مشي بهذه الطريقة الأمر يتعلق إلى عام الوطني أن هذا المشاريع دي الحبس اللي تعبروا عليه المغاربة قديما منذ زمن تيقول له تيقول له فلوس انتصارة في الشكارة بمعنى أنه أنا ندير ندير فكرة وإن كانوا تقصدوا بها أشياء أخرى مشاهد القضية ديالة تشري الحبس ديالك ولكن يمكن أننا نديروا إسقاط على المشاريع ديال الحبس ونقوله بحال هكو فلوس انتصارة فلوس انتصارة الشكارة إذن شنو هي الفكرة أنه أولا رغم يمكن شلك في أي عقوبة كما كانت الطبيعة دي لهذه العقوبة هذي أنك غيمكن لك تشري الحبس ديالك لا فقط في نوع ديال العقوبات اللي هي تتعلق بجرائم بسيطة واللي إلا مشي نحن صيفتنا كل حبس غير غادي نعمروا بكل حبس وغادي نخسروا كل ماكلة في الحبس وغادي نخسروا نخلصوا اللي غادي يحرسك وغادي نزحموا الحبس وهذه البلاصة اللي هي ديال واحد اللي ديال فعلا نشي جريمة كبيرة نتشد لها البلاصة دياله إذن أنا مع هذا الرأي هذا زائد أنه ما تكونش حالة العود بمعنى ماشي أجي سيدي فهذه الجريمة هذي نشيلة الحبس ديالي عودتاني نرجع عودتاني هذا ونجي وانتهى الموضوع دياله إذن هذا باختصار شديد فيما يتعلق يعني بشراء العقوبات الحبسية و باش نوضحوا لرأي العام الوضع المتتبعين ديال جريدة الحياة بشأن هذا الموضوع وشكرا اشتركوا في القناة